طيب خلينا استاذ الحضاريكو ازامنا نعودنا استاذ المشاهدية خلينا نروح لأرض الملعب وإهزة منا ورسلنا العزيز فروس صلاح ولقاء مع العالمية احمد صلاح اتفضل لفروس برحب بيك يا كابتن ايسم من اليوم مبروك ليكم من اليوم مبروك ليديوفك الكرام كابتن احمد زكريا وكابتن ناجرية كريم جمعة وكل مشاهدي قناة النادي الالي في كل مكان زي ما حضرتك قلت بالفعل العالمي انت بتعتز بانتمائك للنادي الالي وبتعتز ان عندك عبدالله عبدالسلام واحد من اساطير كورت الطائرة المصرية والعربية والافريقية كابتن عبدالله كابتن ايسم قال لي العالمي عبدالله من اليوم مبروك السوبر للسوبر بطولة غالية بنفتح بيها الموسم لفريق كورت الطائرة في النادي الالي كابتن عبدالله ابتدت بقولت الاخفاق السنة اللي فاتت عايز اتكلم على قاعدة الكابتن الخطيب واكتماعه معاكو كابتن الخطيب معاكو دايما في الوقت الصعب قال تفاصيل كتير جدا قال احنا في ظهركم بالراهن عليكم البداية النهاردة بتصالحوا كابتن الخطيب وبتصالحوا جميل النادي الالي طبعا انا كابتن خطيب يعني انا واحمد صلاح يعني اكتر اتنين في الفرقة يعني هو يعني قريب بين احنا الاتنين طبعا الفاتح اللي فاتت دعا من الفرقة بشكل قوي هو كابتن خاذ العودي طبعا بشكره بشكر مجلس دارته وبعدلهم يعني الفوز المبدأي انت عارف فاروق احنا بالنسبة لنا طرجتنا دوري واربع بطلات مش بتوله وحدة بنكتفي فطبعا بنوعدهم بنوعد جمهرنا دي يعني مش مصالحة المصالحة ان شاء الله ربنا مين لما ربنا الكلمة ان شاء الله هنا خضرار وعبو طلات بإذن الله جمهور الناد الاهلي دايما بترسم لحة فنية جميلة لكن النهاردة قالت يعني شوفنا صورة معالي الوزير رحمة الله علي العمري فاروق رجل اخلص وعشق للكيان اعتقد رسائل مهمة كتير جدا من جمهور الناد الاهلي النهار طبعا الله رحمه معالي الوزير طبعا بيديو الكوز يا رب يرحمه يا رب يجعل نسوات جنة جميل الناد الاهلي هي الصورة ايه طبعا قلوبنا يا رب يرحمه يا رب يعني ويجعل نسوات جنة ان شاء الله طبعا جمهور الناد الاهلي طبعا أصيل ووفي جدا ما بينساش اي حد من الناس اللي تعبد واشتغلت واتقالف الناد الاهلي والناس اللي يعني كتر كترة عاء وكل يعني بازلت أكتر موجودة عندها اللي قد تسعر الكائن الكبير دوت يا رب يعني يا رب يرحمه يا رب معالي الوزير يا رب يا رب يبارك في جميل دي يات وان شاء الله تبقى سعيد علينا في الطائرة وفي اليد والسلة وكرت القدم ان شاء الله ويا رب مزيد من نجاح ان شاء الله الناد الاهلي يا رب النادي الاهلي عيلا لما لايه النهاردة في المدرجات او في المأسورة تتيانا احمد الجرحي بنشوف الكابتن عبدالله مع فريق الباسكت مع فريق كرة القدم الاهلي بيدر سلام وايمة جدا دي احنا عيلة النادي الاهلي طبعا يعني احنا متربين مع بعض من زمان واحنا يعني يعني في أي محفل أي بطولة أي كل حاجة موجودين مع بعض يعني لازم ندعم بعض نصبرت البعض إحنا عيلا زي ما أنت بتقول إحنا أخوات وبعد كده يعني الرياضة بتيجي اللي إحنا بنشجع بعض و بنسان بعض بشكرهم جدا طبعا من سادة الجميلة دي وإن شاء الله في اللي جاية أحسن يكون أحسن إن شاء الله بذكرك عبد الله ومستنمك وكتير السنة ربنا يخليك حبيبي إن شاء الله أربع عبد الله بإذن الله حبيبي كابتن هيسم دا كان لقاءنا مع العالمي عبد الله عبد السلام رسالة مهمة جدا من جماهيرا للنادي الأهلي العمري فاروق رجل أخلص وعشق كياني للنادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن هيسم السعيد فاروس صلاح بشكرك شكرا جزيرا والحقيقة يعني فوز مهم